أهلا بكم من جديد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش عن قلقه البالغ إذا التصعيد المستمر للعنف في سودان بسبب القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في محيط مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيبان دوغاريك قال إن مدينة ود مدني كانت بمثابة مركز للعمليات الإنسانية منذ بداية الصراع ولم تتأثر بشكل مباشر بصراع حتى اندلع هذا القتال الأخير مشيرا إلى أن التصعيد المستمر للعنف في سودان يعد أمرا مدمرا للبلاد والمنطقة وجدد دوغاريك دعوة للقوات المسلحة السودانية ولقوات الدعم السريع إلى وقف القتال فورا والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية مناشدا أطرفين بضرورة التقيد بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ترجمة نانسي قنقر